هل يسرك أن تربي أولادك على العزة والكرامة فافتح لهم نافذة على التاريخ الإسلامي المجيد لا سيما عصر الصحابة وعلمهم وأخبارهم وأمجادهم ومن أنفع الكتب وأشملها في تراجم الصحابة كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وسبب تأليف بن حجر للإصابة أن من سبقه ممن ألفوا في تراجم الصحابة وقعوا في أحد أمرين إما عدم استيعاب أسماء الصحابة وإما خلطهم بغيرهم دون تمييز فألف بن حجر هذا الكتاب ليجمع ما استطاع من أسماء الصحابة مع تمييزهم عن غيرهم وقد ألفه في حوالي أربعين سنة وهذا يدل على إتقانه له قال ابن حجر انتهت كتابتي مع ما في الهوامش في ثالث ذي الحجة عام سبعة وأربعين وثمانمائة وكان الابتداء في جمعه في سنة تسع وثمانمائة فقارب الأربعين والسبب في ذلك أنه كان ينقخ الكتاب ويهذبه ويزيد فيه مع انشغاله بالقضاء قال ابن حجر وكتبته في المسودات ثلاث مرات من أجل الترتيب الذي اخترعته وهذه المرة الثالثة وقد خرجت النسخة مسودة أيضا لكثرة الإلحاق ويعتبر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة أهم كتاب ألف في تراجم الصحابة وذلك لأسباب فهو أجمع الكتب المؤلفة في أسماء الصحابة فقد استوعب ابن حجر جميع أسماء الصحابة الواردين في مؤلفات من سبقوه وكثيرا من أخبارهم وأحوالهم ولذا اجتمل الكتاب على اثنتي عشرة ألفا واربعمائة وست واربعين ترجمة وكان ابن حجر يستدرك على من قبله ممن سبقوه بالتأليف في تراجم الصحابة ويصوب ما وقعوا فيه من أخطاء وأوهام احتوى هذا الكتاب على قدر كبير من الأحاديث مع بيان طرقها والحكم عليها في كثير من الأحيان مما يزيد من قيمة الكتاب العلمية وقد حفظ كتاب الإصابة لنا نقولا كثيرة من مصادر قد فقدت مثل معرفة الصحابة لابن السكن وكتاب الصحابة للعقيلي وهذا مما يزيد من أهمية الكتاب فتعلم سير الصحابة وعلمها لأولادك لعلهم يقتدون بهم وعلمهم حب الصحابة فالمرء يوم القيامة مع من أحب